موسيقى أخبار الثانية على قناة يمن شباب نبدأها بالعنوي عملية عسكرية للتحالف تتمر موقعاً تستخدمه الميليشيا الحوثية لتخزين طائراتها المسيرة الميليشيا الحوثية تمنع دخول خمس سفن إلى ميناء الحديدة والأمم المتحدة تسمي الحوثيين طرفاً معرقلاً لوصول منظماتها إلى مخازن الغذاء تعز تداشن احتفالات وفعاليات متنوعة احتفاءاً بالذكرى الثامنة للعيد الوطني 11 فبراير موسيقى أهلاً بكم والبداية في صنعاء حيث نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم السبت نفذت عملية عسكرية مباغتة لتدمير هدف عسكرية مشروع في العاصمة صنعاء وفق ما أعلنه المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي وقال المالكي إن مقاتلات التحالف قصفت موقعاً تستخدمه الميليشيا الحوثية لتخزين الطائرات من دون طيار وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية بالعاصمة صنعاء وفقاً للمتحدث فقد جاءت عملية الاستهداف امتداداً لعمليتين عسكريتين تمت يومي 19 والحادية والثلاثين من يناير الماضي وتم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجيسية للطائرات من دون طيار والتي تتبع الميليشيا الحوثية وأماكن تواجد الخبراء الأجانب أكد التحالف أيضاً التزام قيادة قواته المشتركة بمنع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية وأي تنظيمات إرهابية أخرى لمثل هذه القدرات النوعية هذا وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيا الحوثية الإنقلابية تواصل عرقلة دخول خمس سفن لميناء الحديدة منذ 18 يوم أضاف التحالف في بيان له أنه أصدر 27 تصريحاً لسفن تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية ومواد غذائية لليمن و29 تصريحاً جوياً و6 تصاريحاً برية و127 تصريحاً لحماية القوافل أكد البيان أن ميناء الصليف شمال الحديدة خالم من السفن منذ ثلاثة أسابيع وهذه ليست هي الحالة الأولى حيث سبق وأن احتجزت تعدداً من الشحنات والقوافل الغذائية في ميناء الحديدة وناقلات نفط وغاز في البيضاء ومنعتها من الوصول إلى العاصمة الصنعة الأمم المتحدة بدورها تتهم الحوثيين بتجويع الشعب وإطلاف الغذاء في الحديدة دون أي فائدة ويتسببون بحرمان ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف نسمة من الحصول على طعام يكفي لمدة شهر بعد 42 يوماً من الموعد المقرر لفتح طريق كيلو 16 للوصول إلى مخازن الغذاء في الحديدة وتسيير القوافل الغذائية إلى الجياع في مناطق سيطرة الحوثيين أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين يرفضون السماح لمنظماتها بالوصول إلى مطاحن البحر الأحمر مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال إن كميات الحبوب تلك مخزنة في صوامع مطاحن البحر الأحمر منذ أكثر من أربعة أشهر قد تتعرض للتلف فيما يشرف نحو عشرة ملايين شخص في أنحاء اليمن على المجاعة لكن الأمم المتحدة لم تحمل الحوثيين مسؤولية قصف المطاحن بالقذائف وتدمير الحوثيين لصومعتين تكفي لغذاء مئات الآلاف لمدة شهر الأمر الذي دع الحكومة اليمنية إلى إصدار بيان يحذر فيه الأمم المتحدة من التساول مع الحوثيين مؤكدة بأن ذلك لن يجدي نفعا وهو تصريح يعتبره مراقبون ناجم عن خبرة الحكومة المتساهلة مع الحوثيين في أوقات سابقة دون أي فائدة تذكر ناشطون في مجال الإغاثة حذروا من أن التساهل الأممي مع الحوثيين بشأن المطاحن قد يعود أيضاً لاشتراك الطرفين بصفقات فساد مشبوهة خصوصاً بعد الفضائح التي كشفت عن العلاقة الفاسدة بين برنامج الغذاء العالمي ومنظمات حوثية تديرها شخصيات من عائلة الحوثي أفادت مصادر في الفريق الحكومي بلجنة التنسيق لإعادة الانتشار في الحديدة التي يقودها الجنرال مايكل لوليسكارد انتهت اليوم دون التوصل إلى خطوات عملية لتنفيذ اتفاق السكون ذكرت المصادر أن أعضاء الفريق الحكومي غادروا السفينة التي تجري الاجتماعات على متنها دون تحديد موعد آخر لسئنافها قال المصدر أن فريق الحوثيين رفض البحث في أليات تنفيذ وقف إطلاق النار يأتي هذا بعد أن أعلنت الأمم المتحدة الخميس الماضي تواصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثية الانقلابية على بدء إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق السويد وعلى صعيد تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اعترفت الأمم المتحدة بوجود تحديات ما زالت قائمة منها الطبيعة المعقدة للخطوط الأمامية الرهنة للصراع وقال بيان صادرا عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن رئيس اللجنة دون ذكر اسمه قدم مقترحا تم قبوله من الطرفين من حيث المبدأ لتحرك قدما على مسار تطبيق اتفاق الحديدة ومنذ يومين وصل الجنرال الدينماركي مايكل لويزغارد إلى الحديدة وباشر مهمته في رئاسة اللجنة خلفا للجنرال الهولندي باتريكو مارت وأضف البيان أن الطرفين اتفقا على تسوية مبدئية بانتظار إجرائهما مشاورات مع قياداتهما وسط توقعات لرئيس اللجنة إنعقادها مرة أخرى الأسبوع المقبل بهدف إكمال تفاصيل إعادة الانتشار أكد البيان الأممي أن الطرفين الحكومي والانقلابي أظهر التزامهما القوي تجاه وقف إطلاق النار وتعزيزه تعهد ثوار تعز في وقفة جماهيرية على استمرار ثورة الحدي عشر من فبراير حتى تحقيق أهدافها كافة وشهدت ساحة الحرية بتعز احتشادا جماهيريا كبيرا لثورة وثوار وثائرات أيضا فبراير في جمعة أطلقوا عليها فبراير ثورة مستمرة في الذكرى الثامنة لانطلاق ثورة الحدي عشر من فبراير يحتشد ثوار تعز إلى قبلة الحرية لنسى للتذكر فيما بينهم بأحداث الثورة بل لتأكيد استمراريتها حتى إنجاز أهدافها واستعادة البلاد من الأياد الآثمة وفاء للدماء ولنا ستة أهداف وأهداف ثورتنا سنحققها مهما حصل ونعاهد هؤلاء الشهداء ونعاهد كل الشهداء بأننا سنحقق أهداف ثورتنا الستة الذي خرجنا على شانها ونقول للعفافيش الذين يحلمون أن يعودون من جديد لن ترقعوا من جديد مادم نحن الثوار بناء روح ومادم الله تعالى معنا ففي الجمعة التي أسميت بفبراير ثورة مستمرة أكد خطيب ساعة الحرية ممدوح الهمياري على أن الثورة ماضية حتى تحقيق كامل أهدافها وقال أن الثورة جاءت لتخليص اليمنيين من الحاكم المستبد وأن فبراير كانت طلقة الأخيرة للحاكم المستبد ومشروع التوريث يخلو هذا الوطن من هيمنة الفئة ومن هيمنة العائلة ومن العبث الذي ظل على امتداد تاريخ اليمن يتداوله الفاسدون والمجرمون حصل هذا وحدث ببركة هذه الثورة التي أنجزت مقدمات وخطوط عريضة لبناء يمن حر مستقل يصل في محراب الحضارة ويقوم أبناؤه بمكانتهم وبريادتهم التي عرفها التاريخ منهم وعقب أداء شعائر الجمعة نفذ الثوار وقفة جماهيرية لتأكيد على استمرارية الثورة مجددين العهد للشهداء بعدم التخلي عما قدموا أرواحهم من أجله تستمر الثورة ويتجدد وفاء الثوار للشهداء من ذكرى إلى أخرى حتى تتحقق كامل الأهداف فجر الثورة لا يظلم وشمسها لا تغيب والثورة لم تنتهي بل ما زالت مستمرة تواجه الثورات المضادة التي استغلت الجهل الذي خلفه نظام صالح لإطفاء نور الثورة في وجوه الشعب ولذا تمر الذكرى الثاملة للانطلاق والثورة مستمرة عبد العزيز سبحاني من شباب من ساحة الحرية بمدينة تعز خطفت ميليشيا الحوثية الإنقلابية العشرات من قبيلة أليمشدل بمنطقة الضحاك والعيوف ومشعبة في البيضاء وذلك عقب إصابة قيادي حثي وعدد من مرافقه ومقتل آخرين في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الضحاك وقالت مصادر محلية إن الميليشيا داهمت عشرات المنازل في حملة اعتقالات واسعة وخطفت ما لا يقل عن مئة وستة من قبيلة أليمشدل بالبيضاء ووفقا للمصادر فإن الميليشيا أقدمت على إطلاق الرصاص الحي وإرهاب الأطفال والنساء ومحاصرة الكثير من المنازل والتهديد بتفجير بعضهم ذكرت المصادر أن الحملة الحوثية جاءت عقب إصابة قائد الأمن المركزي التابع للميليشيا الحوثية بالبيضاء والمدعو أبو منذر الصعداوي وثلاثة من مرافقيه ومقتل ثلاثة آخرين يوم الخميس الماضي في انفجار عبوة ناسفة بعربة يستقلها هذا وقد السابقة الحادثة مقتل أربع حوثيين وإصابة اثنين آخرين الثلاثاء الماضي في كمينة للمقاومة الشعبية بمنطقة مشعبة بآل مشدل في البيضاء هذا وقد فجرت ميليشيا الحوثية الإنقلابية منزل زعيم قبليا في مدرية الحشا بالضالع فيما أحبط الأهالي ورجال المقاومة الشعبية بالمدرية حملة لها لخطف عدد من الأهالي وقال مصدر محليين الميليشيا سيرت حملة قدمت أو قدمت من السبرة بإب على منطقة الأحذوف غير أن الأهالي ورجال المقاومة تصدوا للحملة وأجبروها على التراجع وبحسب المصدر فإن الميليشيا فجرت منزل الزعيم القبلي عبد الرحمن أحمد الحذيفي مشيرا إلى أن تلك الحادثة دفعت الأهالي ورجال المقاومة إلى التصدي للحملة والاشتباك معها وأجبرو الحوثيين على الانسحاب من المنطقة عقب مواجهات عنيفة وذكرت المصادر أن الأهالي والمقاومة اغتنموا عربة فيما شارع الحوثيون في الدفع بتعزيزات إلى المنطقة ولا زال التوتر يسيطر على تلك المنطقة قال نائب مدير عام الكهرباء بمأرب المهندس عبدالله دغيش قال إنه تم توسيع رقعة الشبكة الكهربائية للسعاب الأحمال في مختلف المديريات بمبلغ وقدره 883 مليون ريال أكد دغيش ليمن شباب أن الطاقة الكهربائية نهاية عام 2015 كانت 43 ميجاوات موزعة على مديرية مأرب وصافر والجوبة مؤكدا أنه تم إضافة طاقة تقدر بـ 27 ميجاوات إلى المجمع وحريب والروضة والدماشقة وكذا في موقع المؤسسة الاقتصادية في المدينة ذكر دغيش أيضا أن هناك تحديات تقف في وجه إدارة الكهرباء متمثلة بحركة الاستثمار المتزايد في المحافظة وتزايد الطلب على الطاقة بسبب حجم النزوح المهول الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على الشبكة والمنظومة بالكامل هذا وقد أكملت فرق العمل الهندسية المشتركة من برنامج الإعمار السعودي في اليمن ووزارة النقل والسلطة المحلية من الدراسات الفنية والهندسية بإنشاء مطار مأرب الدولي ومن المقرر أن يتم المشروع أو الشروع قريبا في تنفيذ أعمال التسوير للمطار والأعمال الإنشائية لمكوناته وبدعم وتمويل من السعودية عبر برنامج الإعمار حسب ما أعلنه وزير النقل صالح الجبواني ومحافظ مأرب سلطان العرادة وبحث الوزير الجبواني والعرادة تعزيز التنسيق بين السلطة المحلية والوزارة من أجل تطوير قطاع النقل الجوي والبري في المحافظة كما سلم محافظ مأرب وزير النقل وثيقة ملكية الأرض الخاصة بالمطار باعتباره من المشاريع السيادية للدولة أسعار الأراضي في مدن يمنية كالمكلة أعلى منها في مدن مثل لندن عاصمة بريطانيا أو منهاتن في نيويورك هذا ما خلص إليه تقرير اقتصادي حديث تناول سوق العقارات في اليمن باعتبارها أحد أهم الأسواق الناشئة في حضرمعوت ومأرب وعدن وصنع وائب رصد تقرير جديد ازهار سوق العقارات في اليمن بشكل مبالغ فيه رغم الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أربع سنوات مركز الإعلام الاقتصادي أصدر تقريرا عن مؤشرات الاقتصاد اليمني خلال العام الماضي وأشار إلى أن قطاع العقارات استنزف ملياري دولار وأوضح التقرير أن العقارات مثلت أحد أهم الأسواق الناشئة في حضرموت ومأرب وعدن وصنعاء وإب باعتبارها مدن مستقرة بعيدا عن الحرب لكن التقرير ذكر أن قطعة أرضية من مئة متر في مدينة المكلة تفوق قيمتها نفس المساحة في منهات أو لندن ويشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار العقار في تعز بلغ خمسين في المئة أما في مدينة إب وصنعاء فقد تضاعف السعر إلى مئة في المئة لكن الارتفاع الأكثر كان في المناطق المحررة حيث ارتفعت أسعار العقار في المكلة إلى مئتين في المئة وفي عدن إلى ثلاثمائة في المئة وكانت الذروة في مأرب التي ارتفعت أسعار عقاراتها أكثر من ستمائة وخمسين بالمئة ويعز التقرير الارتفاع في صنعاء والمناطق الحوثية إلى استثمار أمراء الحرب الحوثيين لأموالهم الهائلة من الأرباح وغسلها في سوق العقارات أما في المناطق المحررة فيرجع التقرير ارتفاع النشاط العقاري إلى الهجرة والنزوح من المناطق الخاضعة للحوثيين إلى المناطق المحررة وخصوصا التجار والطبقة المتوسطة وحذر التقرير من أن اززهار السوق العقاري في ظل الكساد والحرب ليس له عوائد اقتصادية مؤثرة على النشاط الاقتصادي اليمني تواصل بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم دون 23 عام تدريبات بمدينة المكلة عاصمة محافظة حضر موت إلى التفاصيل على أرضية ملعب الفقيد باراد بالمكلة يقام المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم دون سن الثالثة والعشرين إقامة معسكر تدريبي لمنتخبنا يأتي ضمن الاستعدادات لخوض غمار منافسات التصفيات التي ستقام في العاصمة الإيرانية تهران وصلنا للمكلة بإقامة معسكرنا الداخلي والذي يمتد إلى حوالي 25 إلى 30 يوم كمعسكر داخلي بأدن نطرق إن شاء الله إلى معسكر خارجي لإقامة عدد من المباراة للدية ومن ثم إلى الذهاب إلى بطولة التصفيات الأولمبية الأسوية التي ستقام في العاصمة الإيرانية تهران هذا المعسكر والذي يعتبر الثالث من نوعه في المحافظات المحررة يأتي ضمن إطار التجهيزات لمشاركة بلادنا في تصفيات تهران والتي تعد محطة إعداد لمنتخبنا قبل خوضه بطولة آسيا تحت سن الثالثة والعشرين لكرة القدم والتي تستضيفها العاصمة التايلاندية بنكوك في مطلع يناير 2020 تخذ الاتحاد اليمني لكرة القدم ربما هذا المعسكر الثالث لعادة المنتخبات هو المنتخب المنبيي سابقاً أسكر المنتخب الأول الوطني هنا وأيضاً أسكر قام أيضاً بالمعسكر المنتخب الوطني الناشئين نتمنى أن نفعل شيء يسؤد هذا الشعب اليمني نتمنى أن تتخاتف كل الجهود نتمنى للشارع الرياضي أن يقف معنا نتمنى الجمهور اليمني أن يقف معنا أن نأوض ما حصل له أخيراً للمنتخب الوطني الأول في كاس آسيا بالإمارات رغم الصعوبات التي مر بها الجمهورية اليمنية إلا أننا نعمل ما بوسعنا مع الجهاز الفني والإداري من أجل تحقيق الأفضل في هذه البضولة الأسوية نجم الكرة اليمنية سامين عاش مدرب المنتخب تقع على آتقه مسؤولية كبيرة باختيار تشكيلة قادرة على مواجهة منتخبات قوية إذ وضعت القرعة منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخب تركمانستان ومنتخب إيران والعراق معتز النقيب لقناة يمن شباب المكلة نهاية النشرة تذكير بالعنو عملية عسكرية للتحالف تدمر موقعاً تستخدمه الميليشيا الحوثية لتخزين طائراتها المسيرة ميليشيا الحوثي تمنع دخول خمس سفن إلى ميناء الحديدة والأمم المتحدة تسمي الحوثيين طرفاً معرقلاً لوصول منظماتها إلى مخازن الغداء تعز تدشن احتفالات وفعاليات متنوعة احتفاء بالذكرى الثامنة للعيد الوطني 11 فبراير تغطية الإخبارية ما زالت مستمرة تفاصيل أوفة تجدونها في المنتصف في أمان الله اشتركوا في القناة